لماذا توجهت آية الحج للناس جميعاً وليس للمسلمين فقط بالخصوصية لمن استطاع إليه سبيل بالضبط لأن هذا يدلك على أن الحج فيه مشقة يعني سواء الله يحج على العقيدة الإسلامية والشرحة الإسلامية في مثلاً مكة المكرمة وضواحيها أو هيحج على الشريعة المسيحية في فلسطين المحتلة فالحج مشقة لأن انتقال مفارقة الوطن وبزل الجهد وبزل النفس والنفيس فالإنسان في رحلة الحج بلا شك أنه بتجشم المصاعب والمتاعب فمن هنا جاء النداء عاماً للبشرية جمعاء سواء كان الحج بالنسبة للمسلمين أو لغير المسلمين الحج للجميع بلا شك شكراً للمسلمين شكراً للمسلمين